سوف تشهد نقابة المحامين صراعات شارسة داخل النقابات الفرعية في الانتخابات المزعم نعقادها في الشهر القادم حول تحديد مقعد النقاب الفرعي والنقابة الفرعيين ودور الشباب في تولي المناصب الكيادية وهلا يكون لهم دور في تولي القيادة وحصولهم على مقاعد داخل النقابات الفرعية أم لا قصة لو أن في شيخ المحامين أيضا مشاركين بقوة في الانتخابات التي ستجرى إن شاء الله في الشهر القادم وسعيدنا أن يكون معنا شاب من الشباب الطموحين ولهم رؤية داخل النقابة ووجوده كمحامي المستشار القادير الأستاذ أسامة خليف المرشح على مقاعد جزئية القاهرة الجديدة محكمة القاهرة الجديدة بنتمنى له التوفيق أهلا بك يا فنديم أهلا وسهلا دكتور عم في البداية يعني لو حبنا نتكلم عن مستشار أسامة خليف مين هو المستشار أسامة خليف؟ أسامة أحمد خليف طبعا في بداية الأمر أرحب بحضرتك وأشكر حضرتك على هذه الدعوة الجميلة وأشكر للسادة الجمهور وأعرف نفسي أسامة أحمد خليف بهلول من صعيد مصر أهلا مستشار من محافظة السهاج مركز الباليانة أهلا بك مقيم في تجمع الأول متزوج عندي ولد و بنت عمري في التلاتينات ولكنني أخيض أخوض هذه المعركة كشاب من الشباب أطمح في تطبيق أمال الشباب نتمنى لك التوفيق بإذن الله فهذا هو أسامة خليف حاصل على لسانس حقوق جامعة أسيوط فالصعيد هو موطننا جميعا حضرتك مرشح عن مقعد جزئية محكمة القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة فيها كم مديرة؟ والله هي القاهرة الجديدة مكونة من خمس دواير مدينة نصر المطارية المرج القاهرة الجديدة السلام طبعا التصويت بيبقى عن طريق الخمس دواير لاختيار الأشخاص الممثلين في كل دا بالإضافة إلى تصويت عن اختيار نقيب وعدو شباب حضرتك كشاب في وسط الشيوخ المحامين المتقدمين في الانتخابات على نفس هذا المقعد شايف إن شاء الله تقدر تحوز أو تفوز بنسبة كبيرة من التصويت وإن شاء الله تكون نقيب بإذن الله تعالى طبعا مع السعي وتقديم الخدمات للسادة الزملاء وبالأخص الشباب وشيوخ المهنة إن شاء الله طامحين في الأمل إن شاء الله يكون بالفوز إن شاء الله يتعالى طيب بالنسبة للبرنامج الانتخابي للأستاذ أسامة خليف ممكن نستعرض كده أهم الملامح الخاصة بالبرنامج الانتخابي للحضرتك طبعا فقد الشيء لا يعطيه لسه نحن في البداية ولكن أنا أستطيع أن أفعل ما هو ممكن لمساعدة الشباب وشيوخ المهنة وبرضو بتوفير بعض بعض كرش العمل القانونية من مساعدة الشباب مساعدة الشيوخ فيما هو ممكن عندما انوفقنا الله سبحانه وتعالى في تولي هذا الأمر وهذه الأمانة طيب إيه هي معايير اختيار النقيب والله ده بيرجع لكل زميل طبعا وبيرجع لتفكيره وبيرجع لإزاي يختار النقيب ولكن هناك بعض الأشياء بتساعد على اختيار النقيب زي إيه عندما أشعر أن النقيب أو العضو الممثل لي العضو عمتا هو رسول ممثل في مجلس نقابة المحامين الفرعية فلازم أن يكون هو الصورة الكاملة ولا الكمال لله واحد للمحامي هو المتحدث عن المحامي وإزاي يقدم الخدمات الممكنة لمساعدة المحامي إزاي يتم التواصل بين العضو الفرعية والنقابة العامة وتزليل العقبات التي ممكن أن تساعد السادة الزمن المحامي المحامي هو محتاج إيه من النقابة الفرعية أعضاء ومجلسا المحامي بيحتاج بعض الأشياء من النقابة الفرعية النقابة الفرعية بتساعد المحامي زي ما أنا قلت بتزلل العقبات بتبقى بتزلل بتساعد تحل المشكلات التي تحدث بين المحامي وجميع الهيئات سواء هيئات قضائية أو نيابية أو شرطية النقابة دورها فعال بتوفير الخدمات بتوفير موسوعات الكتب اللي تساعد شباب المحامين بتفعيل ورش العمل بتواجد بعض السادة دكاترة الجامعات بتواجد شيوخ المحامين لشرح ما هو وافي للسادة الزمن المحامين ومساعدتهم وبالأخص الشباب في النقابة المحامين هي بتوجد مجموعة من اللجان زي مثلا لجنة الحريات، لجنة الحوار، لجنة المرأة حدتك أنت شايف أن هذه اللجان لها فعالية على أرض الواقع فعالية ملموسة وجود فعلا موجودة بطريقة أقدر اللي أنا أحصل منها على الخدمات أو بتلعب الدور الرئيسي في توصيل الخدمة لكل محامين محتاج لها ولا لا، ولو حضرتك أصبحت نقيم هل في لجنة معينة هتكون رؤيتك لها اللي هي توجد في النقابة؟ طيب، في أول نقطة بس بالنسبة للجان الموجودة فأي نقابة أو سواء النقابة العامة أو النقابة الفرعية ظلما أخذت الضوء الأخضر بالعمل والمساعدة أي اللجنة هتشتغل ظلما في دفعة قوية بالعمل وأنا أفضل أن يكون في لجان اللجان دي هتساعد السادة العضاء هتساعد الممثلين في المجلس هتتابع ما يحدث داخل المحاكم هتتابع مشكلات السادة الزمل المحامين هتتابع كل ما هو يطرأ من الأمور التي تساعد وتزلل العقبات للسادة المحامين أما بالنسبة للجنة اللي أنا ممكن أخطرها أو أن أنا توقعتي بحدوثها أنا طبعا في لجنة في دماغي وهي أهم لجنة لجنة الإنقاذ والمساعدة ببعنى دور أي دور اللجنة دايما بيحصل بعض مناوشات أو مشاكل أو نوع من الافتعالات الأزمات للنيل من السادة الزمل المحامين دور اللجنة طبعا اللجنة هتقوم بعمل متابعة هذه المشكلة والحل السريع لهذا الأمر لأن دا دورها إنقاذ قبل أن يخوض الأمر في معارك ممكن تضر بالزميل اللي عنده مشكلة مشكلة زي إيه؟ يعني أنا أعرف مثلا المحمد هو بيطلع من بيته بيروح المحكمة سواء بيتعامل مع الموظف مع المحضرين مع السكرتارية مع واكلي النيابة مع القادي أو حتى لو راح أي مصلحة حكومية بيتعامل مع الموظف دور اللجنة اللي حضرتك بتقول عليها دي يبقى لها دور من مصف عالي يعني بشكل أو بآخر بالتأكيد طيب أنا إزاي أتواصل مع هذه اللجنة؟ أولا اللجنة دي لما بيحصل المحامي بيخرج من بيته ساعي بيحمل هموم الأشخاص والموكلين معه بيحصل ساعات بعض المناوشات من سادة الزملاء وبالأخص الشباب بيبقى طبعا لسه شاب لسه بيشوف الأمور ماشي إزاي فلم يتضبع بالأمور فبتحصل مناوشات دور اللجنة هنا بتتدخل عن طريق السادة تبلغ السادة الأعضاء أو تتواصل بالعدو الزميل ويتواصل العدو نفسه الممثل بالزميل ويتم حل المشكلة قبل أن تتفاقم هيكون فيه خط ساخن كده من المحامي؟ ويتم بيت تواصل وتقديم الشكوى والحل في الحال تواصل في الحال ما نستناش في رد ما نستناش ياخد الموضوع ممكن حيز كبير ما نعرفش نحل الموضوع ده طب نتترك لموضوع مهم جدا بيحصل في بعض النقابات زي نقابة مثلا المعلمين فيه صندوق اسمه صندوق الزمالة وفيه أيضا صندوق خاص بالتأمين على الموظف هل حضرتك ممكن يوجد هذا مثل هذا الصندوق يكون دوره مثلا في حالة لقدر الله حدوث للمحامي أي أزمة لقدر الله حالة وفاة أو إصابة تؤدي إلى عدم استطاعته على القيام بالعمل أو عجزه كليا على القيام بالعمل هل حضرتك شايف ضرورة من وجود هذا الصندوق؟ طبعا الصندوق ده مهم جدا طب كيفه التفعيله على الأرض الواقع؟ تفعيله ده هيتم عن طريق بالمجلس نفسه لما يتم تكوين المجلس المجلس هو اللي يقوم بتفعيل هذا الصندوق لأنه طبعا مستحيل القرارات تتبقى منفردة أكيد قرارات تتبقى قرارات اجتماعية قرارات فيها تصويت ولكن الفكرة نفسها فكرة ممتازة اللي الصندوق ده محتاجينه فعلا محتاجينه المحامين محتاجينه في بعض المشكلات اللي بتتواجههم الاجتماعية ففعلا أشكر حضرتك أنك أنت أثرت هذا الأمر طب نتترك برضوك الموضوع آخر مهم جدا نادى الكثير من المحامين والمحاميات من ضرورة إنشاء مستشفى خاصة بالمحامين وصيدلية خاصة بالمحامين هل حضرتك شايف أنه ممكن تطبيق هذا في أرض الواقع؟ أو حضرتك شايف أنه ممكن البروتوكولات اللي بتعملها النقابة العامة مع المستشفيات والصيدليات ممكن نزود نسب الدعم الخاص من النقابة أفضل وهيسد احتياجات المحامين طب يا فأنا قبل ما حضرتك تجاوب على هذا السؤال نطلع فاصل ونرجع تاني ورجعنا تاني عزائي مشاهدين الصحة والجمال في كل مكان ونستكمل حوارنا مع المستشار أسامة خليف المرشح على جزئية محكمة القاهرة الجديدة فئة الانتخابات التي ستعقد إن شاء الله تعالى في الشهر القادم وكنا بنتكلم مع الأستاذ أسامة حول أن الكثير من المحامين نادوا بضرورة وجود مستشفى أو صيدلية تابعة للمحامين وقلنا أنه ممكن هل ممكن توجد هذه المشتشفى أو هذه الصيدلية تابعة وخاصة للمحامين أو ممكن النقابة العامة تزود من نسبة الدعم التي تقوم به في البرتقالية التي تقوم بها بينها وبين المستشفيات أو الصيدليات الخاصة مثلا لو كانت نسبته 10% من زودها نسبة 15 و 20 و 30 و 40 و 50% هل حضرتك هتكون شايف لده أفضل وممكن تحقق الاستقلال والحصول بالنسبة للمحامي على الخدمة المحالية لقدر الله إصابته ولا ضرورة إنشاء مستشفى خاصة بالمحامين طبعا أقول لحضرتك على حاجة موضوع مستشفى المحامين قلت إلا بحثا وكل ما بيجي مقيب سواء أو أعضاء مجلس في جموع المحامين في أكبير منهم بيطالب إن يكون في مستشفى خاصة للمحامين طبعا لا أعترض على هذا الأمر ده شيء كويس جدا إن يكون في مستشفى للسادة الزملاء خاصة بالزمين المحامي إن المحامي بيحتاج إيه من النقابة؟ أكتر الشيء بيحتاجه هو موضوع العلاج ثم يليه المعاش المعاش ده بيبقى الفئة قليلة جدا من المحامين اللي هم الكبار السن ولكن الموضوع الطبي أو الخاص بالعلاج الموضوع ده في أغلبية المحامين بيعني منه طبعا أنا بنادي النقيب العام وبنادي مجلس النقابة العامة من هذا المنبر الإعلامي إن يتم نظر وبحث موضوع إما إن شاء مستشفى خاصة بالسادة الزملاء المحامين لتيسير الأمر لهم ولأسرهم أو زيادة العلاج أنا مش عايز دلوقتي أعاني إن أنا علشان على قدر الله عندي مرض أو مصاب بمرض أو عندي حادث أو شيء لازم أروح أجيب جواب من النقابة وجواب مختوم وارجع للمستشفى وموافقة المستشفى ليه اللفة دي كلها؟ من كرني المحامين يغني عن هذا الأمر البطاعة العلاجية تغني عن هذا الأمر للتكليف على السادة الزملاء من يصر الأمر لهم لأن صعب الأمور عليهم فبناءا عليه إن شاء الله يتعالى في دماغي الموضوع ده بإذن الله يتعالى نوفقنا المولى سبحانه وتعالى حضرتك وكشاب إيه دور الشباب في تولي المناصب الكادية؟ طبعا الشباب هم مقود المجتمع وهم عماد الأمة طبعا وفترة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان دائما وأبدا ينادي بالشباب ويعمل على اجتماعات ومناقشات للشباب ومؤتمرات في شرم الشيخ في الأماكن المختصة بهذه المؤتمرات طبعا عندما نرتكز على الشباب سوف يكتسبون الخبرة سوف يقومون بعمل كافي يستطيعون به ويتعلمون من الشيوخ ما هو ينقصهم من هذا الأمر شايف إيه اللي ينقصه الشاب المحامي المهني عشان أقوله أنه هو محامي وكشاب إيه اللي هي الدور اللي حضرتك تقوم به من أجل تنمية هذا الشاب طبعا النقابة عمتا هي حصن للمحامي والمحامي بيستمد قوته من النقابة فلابد أن النقابة تكون شيء قوي يحمي المحامي لكي يستطيع أن يقوم بالعمل المهام إلا على كتفيه والأمانة التي يحملها أمانة الوكالة التي يحملها فبناء علي إن شاء الله يتم تزديل جميع العقبات طيب نصحتك إيه للشاب المبتدئ؟ طيب أنا قبل ما أدخل على نصيحتي للشاب المبتدئ أحب بس أنادي برضو من هذا المنبر طبعا في القانون هناك مواد خاصة بالسادة الزملاء المحامي وهناك قانون خاص بالمحامة وهناك مواد خاصة منها المادة 49 والمادة 50 والمادة 51 والمادة 54 لابد أن يتم تفعيل هذه المواد هذه المواد تحفظ حصانة وتحفظ شأن المحامي إذن لابد من ضرورة صدور تشريعات جديدة تخص المحامين وتكون بصالح المحامي يا فندم قبل صدور تشريعات إحنا عندنا مواد خانون مش مفاعلة هذه المواد مهمة جدا للمحامي طالما المحامي حس بالطمأنينة حس بالعمل حس بالشأن كمحامي هذا الأمر سعدتك خلاص هيستطيع أنه يؤدي لأنه سعدتك هناك أزمات هناك بعض الزملاء يروح محضر يروح اسم الشرطة يعمل محضر يلاقي المجنع المتهم الشخص الثاني بيشتكي المحامي طبعا أنا كمحامي دخلي إيه بالقصة دي ولماذا يزجي بيه في هذا الأمر فأنا طبعا بطالب السلطات من هذا المنبر الإعلامي وبطالب الهيئات الشرطية بتنفيذ هذه المواد القانون هم الجهة الموحيدة المنفذة للقانون فلابد من تفعيل الحق في حصانة المحامي ندى كثير من المحامين من ضرورة استرجاع وكيل المكتب احنا حضرتك في معاهد بيتخرج منها كل سنة شعبة اسمها شعبة القانون كان زمان أو كان موجود زمان موجود وكيل المكتب ويكون متخصص في الوكالة الخاصة عن المكتب هل حضرتك شايف ضرورة من رجوع وكيل المكتب ولا حضرتك شايف أن الدور المحامي هو لازم لهو ينزل بنفسه ويتعامل مع الموظف طبعا وكيل المحامي ده شيء مهم طبعا بيساعد على تسديل العقابات للمحامي نفسه ولمكتب الخاص به بيساعد على جمع المعلومات الخاصة بالقضايا من الجهات والمصالح الحكومية فأنا أرى أن الوكيل المحامي شيء ضروري جدا لابد أن النقابة سواء فرعية نقابة عامة مع التعاون مع الجهات الحكومية أنه هو يتم تفعيل هذا في النهاية فنم نصحتك إيه المحمد اللي رايح يدي لي بالصوت طبعا أنا أولا عندي ثلاث حاجات أحب أنصح وأرجو وأتمنى أنصح الزميل المحامي بحمل الأمانة والدفاع على أكمل وجه قبل التصويت تمام وفي الاختيار ثانية وفي الاختيار وأرجو من القيادات الأمنية الشرطية أن يتم معامة السادة الزملة بالمكان اللائقة وأرجو أن يتم تفعيل نصوص موضوع قانون وبرضو في الآخر أرجو من السيد الزميل أن يختار على الأكفأ والأحسن في الاختيار إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في خوض هذه المعركة الانتخابية وحسولك على المقاعد وفي النهاية بنشكرك وبشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله في نفس المعاد في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام